عرض خبراء على رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو تقديرات أظهرت أن البدء باستراتيجية الخروج من الإغلاق ورفع القيود لن يتحقق قبل مرور أسبوعين على الأقل ووفق تصريحات المدير العام لوزارة الصحة حيزي ليفي لوسائل الإعلام الإسرائيلية لم يستبعد فتح المؤسسات التعليمية لجيل الطفولة المبكرة خلال الأسبوع المقبل وبحسب وسائل الإعلام أبدى نتنياهو استعداده للشروع ببعض التسهيلات مطلع الأسبوع المقبل منها فتح رياض الأطفال واستئنف عمل المصالح التجارية الصغيرة التي تشغل عشرة موظفين فيما حذر من المسارع إلى رفع القيود والخروج من الإغلاق وأظهرت المداولات التي عقدها نتنياهو قبل اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا الثلاثة إن الخلافة يتركز حول موعد انطلاق المرحلة الأولى من استراتيجية الخروج من الإغلاق وضرورة فرض مزيد من القيود على التجمعات المصنفة بالحمراء